أنه جمهور الزمالك، والتي دي أستي أتكلم من شوية في الإنترو، أنه جمهور الزمالك، يعني كل الجماهير في العالم دايما أقولك كده كل الجماهير عظيمة جمهور أهلي، جمهور ماتشستر سيتي، جمهور ريال مادريج، كل الجماهير عظيمة بس جمهور الزمالك مميز في إيه بقى؟ أنه فعلا جمهور الزمالك دايما عيش متغيرات كتيرة بسريعة. إدارة فيها مشاكل، أجهزة فنية بتتغير، لاعبين مش عارف بتعملي، وهم الوحيدين السابتين فجمهوري الزمانك يستحق هذا البيان طبعا يستحق وعايز اقول لك على حاجة يا كريم انا اكتر يعني انا لعبت كرة فوق العشرين سنة انا مش هنسه يوم النهائي بتاع الكونفدرالية في برج العرب كان مطش في رمضان انا عايز اقول لك احنا راحين المطش احنا مش بيصدقين الاعداد المهولة دي والناس كلها بتفطر في المدرج لا 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 انا عايز اقول لك واحنا راجعين بعد المطش عايزين الصحر معرف ناشتة الصحر من كتر الزحمة بتاعت الناس في الرستو وهنا وهنا فجمهور الزمالك يعني عايز اقول لك اللي وصلت اللي هما تلعوا فوق الانوار بتاعت الستات برج العرب فالجمهور دي بجد يستحق وانا خلي بالك ما بعرفش يعني ما بعرفش اميس انا مليش في الكوزة بس فعلا جمهوري يستحق وجمهور صبر كتير جدا واي نادي محترامي لو مر بالظروف اللي مالك مر بيها خلال السنين الكتير جدا دي ببداية خلي بالك لو تفتكر من مطش الاهلي والزمالك ستة وتسعينة من طرد وحل مجلس جمهور الزمالك بره حاجة لكن زي ما انت بتقول يبقى حاجة جميلة في نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك وحاجة جميلة وحاجة جميلة